أزمة الكهرباء في تونس التي احتفها الانقطاع المفاجئ هي أزمة نادرة في الواقع على الرغم من أن هناك بعض الانقطاعات المتكررة التي تبقى محصورة في مناطق بعينها لكن أن ينقطع الطيار الكهربائي على كافة أرجاء البلاد فإن ذلك يعد سابقة في تاريخها السلطات تقول بأن الانقطاع هو جراء عطب ثني لكن هناك في المقابل مقاطع فيديو وسور على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت دخانا يتصاعد من الغرفة المركزية لتشغيل الكهرباء في باحية رادس المتاخمة للعاصمة هذه الغرفة المركزية هي أيضا متاخمة لميناء تجاري فخم يتم عبره توريد وتصدير السلع لكن من غير الواضح سبب هذا الدخان وهل كان بسبب العطب فعلا أم بفعل فعل السلطات أيضا تقول أن الفيديو قديم ولم يتسنى لنا في الواقع التأكد من صحته على الأقل إلى حد الآن لم تعلن السلطات الرسمية عن فتح تحقيق سواء إداري أو قضائي في هذا الشأن على الرغم من تداعياتها الخطرة حيث تأثرت البلاد بشكل كبير بهذا الانقطاع خصوصا أن هناك في ذلك التوقيت من كان يعمل هناك محال تجارية أيضا تشتغل هناك منظومة مصريفية وبنكية تأثرت لكن الأهم من هذا كله هو أن هناك مستشفيات يتم تزويد المرضى فيها بالتنفس الاستناعي وعمليات جراحية يتم إجراؤها في ذلك التوقيت وبالتالي فإن تداعيات هذا الانقطاع الطيار الكهربائي موجودة وخطيرة لكن إلى حد الآن لم تلجأ السلطات أيضا إلى التحقيق وكأنها متيقنة من وجود عطب فني الأهم أيضا هو تأخر الشركة التونسية للكهرباء والغاز وهي الشركة المسؤولة عن إمداد التونسيين بالكهرباء والغاز في التوذيح سواء عبر بيانة صحفية على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي أو غير ذلك وهو ما فتح المجالة واسعا أمام الشائعات حول وجود استهداف ممنهج للمحطة الكهربائية في مناخ سياسي مفترب في الواقع يتم فيه تبادل الاتهامات بين السلطات ممثلة في شخص الرئيس قيس سعيد والمعارفة لكن تم نفي تلك الشائعات في وقت لاحق عبر متحدث رسمي باسم الشركة الذي أكد أن الانقطاع المفاجئ سببه هو عطب فني بحت ما يؤخذ التونسيون عليه الشركة التونسية للكهرباء والغاز هو عدم الإعلان مسبقا عن هذا الانقطاع وأيضا الخروج على الفور لتوفيح الأسباب ولو عبر بيان عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أو غيره لكن في اعتقادي أن الضغط الذي سلط على المؤسسة على الشركة التونسية للكهرباء والغاز تيلة الساعات القليلة الماضية سيجعلها أكثر حذرا في المرحلة المقبلة خصوصا أن الأمر يتعلق بمسألة حياتية بالنسبة للتونسيين وهي الكهرباء خصوصا وأن هناك مستشفيات تعمل بها تعمل بالكاب الطيار الكهربائي وغير ذلك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر